ملخص قصة إبراهيم عليه السلام أرسل الله تعالى إبراهيم عليه السلام نبيا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله الواحد فبدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه الذي كان يعبد الأوتان وكان أباه يصده دائما ويرفض دعوته ولم ييأ السيدنا إبراهيم عليه السلام من هداية أبيه فقد كان يحاوره بلطف وأدب واحترام فيناديه يا أبتي وقدم له البراهيم والأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر